في مطالبات بعد الانهيار اللي موجود في علعاب الصلاة ان الكابتن حسين لبيب يبقى مشرف على علعاب الصلاة مش فاهمة دي لانه الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وكده كده رئيس النادي لو تواجد يجب اي حد يعني هو مشرف على كل حاجة في النادي يعني كلمة مطالبة بان الكابتن حسين لبيب مشرف على علعاب الصلاة هل ده معناه فشل للذين كانوا مشرفين يعرفش يعني كابتل حسين لبيب بحكم انه رئيس النادي عرفينه اللي مشرب اعتقد كابتل شام نصر ونايرا الاحمر وكلام دي انا ما عرفش لكن وكده كده كابتل حسين لبيب كرئيس النادي بياجوب يعني لو حضر اي لجنة حضر اي حاجة رئيس النادي بياجوب حتى رئيس اللجنة لانه هو رئيس النادي ولا يترقص اللجنة يعني لكن فيه كلام بتقال كده وزا مالك الحياة ممتنة جدا اللي جزيجه ميز بعد الفوز على الاهل لدرجة ان فيه ناس بتقول انه لو خدت كونفدرالية طبعا عقده هيتمد ديريكت لانه هو كام شهر دول بس وبعد كده هيتمد مع رفع كمان او زيادة في مرتبه على اعتبار انه عامل انجاز للفريق بالفوز بالكونفدرالية النادي كمان بيتفاعد مع محمد بسام او مع سيناميكا كيلوباطرة لضم محمد بسام تارجت محمد بسام والبلعوتي بتاع امبي الاتنين دول ازا مالك متارجتهم في حراسة المرمى مع محمد عواد لكن محمد بسام هو صاحب المرتبة الاولى ثم البلعوتي حارس مرمى امبي الاتنين مع محمد عواد